بس اليوم في رهان كتير انه ايران عم بستفيد ايران اليوم لا تريد ان تخاطر بحزب الله كما انه حزب الله بالهمشة اللي عنده ايه ما بد يفوت بالمعركة لان في كتير احتمال لو كان عنده قوة نارية وكان عنده جهوزية ويمكن يبقى على جمعة واكتر يعني بكسافة ايران تتعدى ما هي عند حماس بس ممكن يكون الدمار كارثة يعني من هون بقى موضوع ممكن حزب الله يظهر بوضع اضعف مما مثلا هو اليوم فيه عم يبين ضعيف اللي عم يحصل معه من سقوط لقاله شباب بس هون وين مسئولية الدولة اللبنانية لها هذه الدولة اللبنانية ليش عم يحكوا معها عم يتحدث هو عميشان شو اذا القرار مش عندها اذا القرار عند حزب الله وعنده الايراني وعنده الاسرائيلة طب الدولة اللبنانية من رئيس الحكومة بيستقبل وما عنده امكانية ما عنده هامش وبعدها الاخطاء مستمر عم يشوف بالدولة بالوزارات بعدة وزارات بعدها مخالفات قائمة رئيس الحكومة يعني موجود ومش موجود يعني هو سلة توصل مش صاحب مبادرة ولا هو قادر يكون صاحب قرار صحيح ما حزب الله بهذا المناخ العسكري والواقع العسكري ما حدا بيقدر يحكي معه هو حاكم البلد بالواقع الا انه رئيس الحكومة بيقدر يمتلك هامش من الدول رئيس الحكومة مغيب حاله هو بالاساس من سنة 2011 يعني ايجا من تاح الجهنة حزب الله يعني واضح اليوم رئيس ميقاتي بأي واقع من هيك ما فيك تتوقع منه يعني ياخد مبادرات يعني هدا الكلام اللي قاله هديك يوم انه انه قرار السلم الحرب عند اسرائيل قرار السلم عند لبنان بس يجتهد بالكلام فيه خفية اليوم يعني ما فيه تقلب بالمسؤولين بالدولة ما فيه مسؤول على حزب المسؤولين غير دور ساعي بريد بين المفادين الدوليين وحزب الله شو بيقدر يعمله اذا المسؤول بدي يكون عم يلعب دوره يتوليه ويقول فيه ناس جعانة وعم تموت وحتى لو كانوا من عند حزب الله او هو بيعتبر انه مسؤول عن كل اللبنانيين وعلى الناس عم بتهاجر وعم بتجوع بديو يخذ قرار بديو يقل له كمان ما فيه كن تكمله بهذه الطريقة علي رئيس الحكومة يحكي بس رئيس الحكومة اليوم هو القسير حزب الله هو طلع من تحجين لهم بالتسمية يعني لا يستطيع من هيك يعني بتقل المسؤول اللبناني انه شو فيه يعمل ليش بده يعني يكون هو ما فيه نقول لاش بده ما يكون فازن يعني فيه ظرف بدك يعني بده المسؤول طي يكل عجي بده يكسر بايد يعني ما فيه يقول انه أنا ما فيه نعمل شي وحفحف بيديه ويطلع يقول انه معروف من حاكم البلد ما فيه ديجي المسؤول تيعمل شغله الخاص طيب برأيك بعدين انه رئيس الحكومة بيحكوا عنا انه صلاحيات رئيس الحكومة دور رئيس الحكومة ما انت صلاحيات ما اللي علاقة بس فيه انت اشكالية مع اجراء معين صلاحيات بيكون باللعب دور رئيس الحكومة عمليا